السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما تعرفوا كاملين المنتخب المغربي سوف يواجه منتخب افريقيا الوسطى في هذا الشهر ضمن تصفية المؤهلة لكأس امم افريقيا الفين وخمسة وعشرون اللي طبعا غادي تكون منظمة في المغرب يعني المغرب ضامن التأهل بشكل رسمي ودابا رجعوا الموضوع الاساسي ديالنا في هذا الفيديو البرح صحيفة المنتخب واللي كتتتبر من بين اقرب المصادر للجامعة الملكية المغربية كشفت عن اللاعبين اللي غادي عيط عليهم واليد ارقراكي وحنا بطبيعة الحال في هذا الفيديو غادي نتعرفو على هاد اللاعبين ولكن قبل ما خليكم مع الفيديو بزاف الناس كي بغاو يتفرجو في ماترس ولكن كي يلقاو مشكل كبير جبت لكم الابليكاسيون ديال ايوب اذكار اللي عندها لحل لها المشكل هاد الابليكاسيون تقدر تخليك تفرج في قاع الماتشات بدون انقطاع و بجودة خرافية كتتخدم بويفي وحتى بنجماء الساق وبالاضافة كتتخدم جميع الاجهزة سمارت تيفي بي سي تليفون اللي بغيتي هاد الابليكاسيون التامان ديالها مناسب جدا وجرب وعاد خلص اللي بغا شي حاجة يتواصل مع هذه النمرة وغادي نخليها لكم في اول تعليق نبدو بحراسة المرمى بطبيعة الحال غادي يكون حاضر ياسين بونو حارس مرمى الهنال السعودي ومونير المحمدي حارس مرمى نهضة بركان ومهدي بن عبيد حارس مرمى الجيش الملاكي وده بندوز الخط الدفاع ونبدو بقلوب الدفاع بطبيعة الحال غادي يكون حاضر نايف اقراد مدافع ريال سويسيداد الاسباني وعبد الكبير ابقار مدافع الويس الاسباني وادام ماصينا مدافع تورينو الاطالي وكان عدة مصادر كتأكد استدعاء نابيل ابردين مدافع خطافي الاسباني اما بالنسبة الاضهرة بطبيعة الحال غادي يكون حاضر اشرف حاكيمي ظاهر باريسان جيرمان الفرنسي ونصير مزراوي ظاهر مانشستر يونيتد الانجليزي وادام ازنو ظاهر باير ميونيخ الالماني وزكريا الوحيدي ظاهر جينك البلجيكي بعد ما كمنا خط الدفاع ندوز الخط وسط الميدان بطبيعة الحال غادي يكون حاضر بيلال الخنوس لاعب ليستر سيتي الانجليزي وامير ريشاد تون لاعب فيورونتينا الايطالي وسوفيان امرابط لاعب خربشا التوركي واسامة تارقلي لاعب لوهافر الفرنسي وعودة اسماعيل سيباري لاعب بي از في اندهوفن الهولندي وعزدين اوناحي بعد ما كمنا خط وسط الميدان ندوز الخط الوجوم غادي يكون حاضر ايلياس اخو ماش لاعب فياريال الاسباني وامين عدلي جناح باير ليفركوزن الالماني وسوفيان راحيمي مهاجم العين الاماراتي وايوب الكعبي مهاجم اولان بياكوس اليوناني ويلياس بن صغير جناح موناكو الفرنسي وعبد سامد الزرزولي جناح ريال بي تيس الاسباني واستدعاء لأول مرة امين الوزاني مهاجم افسي باراغا البرتغالي واسامة الصحراوي جناح لوسكليل الفرنسي بغيت نقول لكم وصلنا الى نهاية الفيديو وما تنسوا شعراتيونا رأي الشخصي ديالكم